هذا وتتكمل جهود العديد من إدارات وزارة الداخلية من أجل تسهيل مغادرة حجاج بيت الله الحرام وعودتهم سالمين وقضاء مناسك الحج بأمن وطمأنينة تعد سلامة حجاج بيت الله الحرام هدفا وغاية نبيلة تعمل الجهات الأمنية المعنية على تحقيقها وتتطلب بالدرجة الأولى تعاونا وتجاوبا من الحجاج من خلال التقييد بالإرشادات والتعليمات التي يتم العمل بها في هذا الشأن صدر غرار بإنشاء اللجنة الأمنية التابعة للوزارة الداخلية لبعثة مملكة البحرين لحج هذه السنة 2019-1440 حجرية من عدد 12 ضابط وطفر يمثلون الإدارة العامة لأمن المنافذ، الإدارة العامة للمرور وإدارة العامة للدفاع المددي الهدف الأساسي والرئيسي لهذه اللجنة هو طبعا أمن وراحة وسلامة الحجاج البحرينيين راح يقدرون من المنفذ الجوي مطار البحرين الدولي ومنفذ جسر ملك فهد أيضا من مهام اللجنة الأمنية التابعة للوزارة الداخلية هي الفحص الفني لجميع المباني والمخيمات التابعة لبعثة مملكة البحرين في المشاعر المغدسة والتأكد من جميع الاشتراطات الأمن والسلامة وعدم وجود أي مخالفات ووضع الحلول اللازمة لها أيضا الاجتماع مع الجانب السعودي مع قائد قوات الحج لبعثة خطة التفويج اللازمة وأخذ التصاريح المركبات وتوزيعها على أصحاب الحملات وتعتبر الإدارة العامة للمرور شريكا مهما في تحقيق السلامة العامة من خلال دورها الرئيسي في تعزيز السلامة المرورية في إطار العمل على تأمين سلامة حجاج بيت الله الحرام هناك خطة مسبغة تقوم به لإدارة العامة للمرور لتأمين سلامة حجاج بيت الله الكرام وذلك بالاجتماع مع رأساء حملات الحج قبل مغادرتهم مملكة البحرين وذلك بأخذ المستندات الخاصة بالمركبات الخاصة بالمشرفين قبل دخولهم المشاعر هناك دور تقوم به لإدارة العامة للمرور في مناصف الحج وهو بأخذ الملصقات وتوزيعها لرأساء لجان الحج ووضعها للمركبات الخاصة بالمشرفين كما تنهض الإدارة العامة للدفاع المدني بدور توعوي متميز خلال موسم الحج من خلال تقديم عدد من المحاضرات المتعلقة بأمور السلامة والوقاية والتي تساعد الحجاج أثناء تأديتهم للمناسك تقوم الإدارة العامة للدفاع المدني في مملكة البحرين بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني في المملكة العربية السعودية في موسم الحج للتأكد من مباني سكن الحجاج والمخيمات في مناء على ضرورة التقيد باشتراطات ومواصفات السلامة من خلال وجود طفايات حريق جهاز كاشف للدخان تتأكد من منافذ الخروج في حال الطوارئ أنها كلها في الشكل السليم والصحيح أيضا تتأكد من التوصيلات الكهربائية خاصة داخل المخيمات لتفادي الحرائق أما الدور التوعوي بيكون تثقيف الناس على كيفية التعامل مع أي طارئ لا سمح الله مثل حريقة أو أي شيء آخر من خلال تدريبهم على عمليات الإخلاء وكيفية التصرف في حينها وبالتوازي مع كافة الجهود فإن للقائمين على حملات الحج دورا مهما من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية طيلة مراحل الحج عملنا مع اللجنة الأمنية على ثلاث مراحل المرحلة الأولى قبل الحج المرحلة الثانية في الحج والمرحلة الثالثة بعد الحج قبل الحج هناك اجتماعات مكثفة مع اللجنة الأمنية منها الدورات اجتماعات حول المنافذ الجمركية وطريقة تنظيم دخول وخروج الحجاج هذه ما قبل الحج أثناء الحج اللجنة الأمنية تقوم بدور رئيسي من خلال التفتيش على المبنى لسلامة الحجاج من نواحي الأمن والسلامة من ناحية عمل متابعة حق طفيات الحريق منافذ الخروج المصاعد سلامته اشتراطات الأمنية كلها كل الهدف منه سلامة الحجاج المرحلة الثالثة وهي بعد الحج من خلال تقييم الحملة الملاحظات الإيجابيات والسلبيات منتدرس بشكل أخوي تحوري وتعد سلامة الحجاج ركناً أساسياً توليه كافة إدارات وزارة الداخلية أهمية كبيرة في خططها وبرامجها ضمن منظومة متكاملة من أجل تحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية